اشتركوا في القناة المثلسات قاعدة الجيب قاعدة الجيب التمام وحل المثلس هنمسك كل درس هنقول اهم افكاره وناخد شوية مسائل عليه تعال نبدأ بالدرس الاول الدرس الاول معنا اللي هو قاعدة الجيب احنا عندنا قاعدتين قاعدة الجيب وقاعدة الجيب التمام بستخدمهم في ايه عشان نجيب الاضلاع او الزوايا لنقصة في ايه مسلس عندك مسلس اسمه الاب بيه جيم الدلع به جيم ده مقابل لزاوية الف بنسميه الف شرطة زاوية بيه الضلع المقابل لها بنسميه به شرطة زاوية جيم الدلع المقابل لها بنسميه جيم شرطة قاعدة الجيب بيدونك ان الاضلاع بتتناسب مع جيوب الزوايا المقابلة لها يعني لما تكسم الضلع ألف شرطة على جا ألف لازم يساوي به شرطة على جا بي لازم يساوي جيم شرطة على جا جي تكسم كل ضل على جيب الزاوة المقابلة لي إبقى قاعدة الجيب تقول إن الأضلع بتتناسب مع جيوب الزاوة ألف شرطة على جا ألف يساوي به شرطة على جا بي يساوي جيم شرطة على جا جي إمت استخدم القاعدة دي لما يديك في المسألة زاويتين وضلع هيديك زاويتين تقدر تجيب الزاوية الثالثة من مجموع زاوية المسلس وعشان تجيب الضلع ده هتضرب مجس دي قاعدة تجيب نفسها عليها تمرين مشهور وخاصية خمسة امتى تستخدم التمرين المشهور لما يديك دائرة تمر برؤوس المسلس اللي احنا بنسميها دائرة خارجة للمسلس تمرين المشهور بيقولك ان كل نسبة من نسب قاعدة تجيب بتساوي اتنين ناق اتنين ناق اللي هو طول قطر الدائرة المرة برؤوس المسلس امتى تستخدم التمرين المشهور لما يجيب لك سيرة دائرة في المسألة يديك دائرة خارجة للمسلس ويطلب منك مثلا نص قطر الدائرة او مساحتها او محيطها اخيرا الخاصية الخامسة بيقولك ان كل نسبة من دول بتساوي مجموع المقدمات على مجموع التوالي لو جمعت المقدمات اللي هو البسط هيديك ألف شرطة زايد بي شرطة زايد جيم شرط اللي هو محيط المسلس مجموع التوالي اللي هو المقام جا ألف زايد جا بي زايد جا جيم اللي هو مجموع الجيوب ايبا كل نسبة من نسب قاعدة الجيب ممكن نسويها بمحيط المسلس على مجموع الجيوب امتى تستخدم الخاصية الخامسة دي لما يديك محيط المسلس ويديك الزايد اللي في المسلس ممكن نختصر الكلام ده كله نقوله ان قاعدة الجيب نفسه بتقول ان ألف شرطة على جا ألف بتساوي بي شرطة على جا بي بتساوي جيم شرطة على جا جيم دي قاعدة تجيب نفسه كل نسبة من دول بتساوي 2 نق دي لو كان عايز منك نص قطر الدار وكل نسبة من دول بتساوي المحيط على مجموعة جيوب ده لما يديك المحيط ويديك الزوايا إبا أنت عندك خامس نسب ممكن تساوهم ببعض في المثال ممكن تاخد نسبتين بس تساوهم ببعض يعني ممكن أساوي النسبة الأولى بالنسبة الثانية ممكن أساوي النسبة الثالثة ب2 نق ممكن تساوي 2 نق بالمحيط على مجموعة جيوب على حسب المطلوب منك في المسألة يعني ممكن تاخد حتة بس من القنو تعال نشوف المسأل هناخد على الدرس ده 11 سؤال السؤال الأول مسلس لام ميم نون فيه ميم شرطة 68.4 من 10 سن قياس زاوية ميم بمية وقياس زاوية نون باربعين أول مطلوب عايز لام شرطة لحظ في المسألة مديك زاوية ميم وزاوية نون دول زاويتين ومديك ميم شرطة ددل مديك زاويتين وضل تعرف انك تستخدم قاعدة الجيب طيب في الأول انت عندك زاويتين تقدر تجيب الزاوية الثالثة من مجموع زاوية المثلس عندك زاوية ميم وزاوية نون نقصك زاوية لام 180 ناقص واجمع الزاويتين اللي عندك 100 زااد 40 140 حشو من 180 فضلك 40 درجة كده جبنا الزاوية الثالثة احنا عايزين نضل هجيبه من قاعدة الجيب هتكتب قاعدة الجيب وتعوض فيها المثلس اسمه لام ميم نون إبقى لام شرطة على جا لام يساوي ميم شرطة على جا ميم يساوي نون شرطة على جا نون احنا هنساوي أول نسبتين ببعض بس هما اللي عندنا معطياتهم لام شرطة منعرفهاش هاي اللي عايزينها على جا لام زاوية لام جيبناها ب40 يساوي ميم شرطة عندنا ب68 و4 من 10 على جا ميم زاوية ميم عندنا ب100 ازاي يجيب الضلح هتضرب مجس يبقول له لام شرطة بيساوي لام شرطة قصدها في المجس جميع اكتبها في المقام والطرف الكامل يكتبه في البسط 68 و4 من 10 جا 40 هتكتب الكلام ده بالآلة لام شرطة يطلع معاك 44 و6 من 10 سنتي وزي ما قلنا في الحصة لما تيجي تكتب بالآلة الزاوية يحطها في كواس الآلة هتفتح لك قص انت لازم تكفل القص عشان ما تطلعش معاك ماس ايرور في المطلوب الثاني عايزين طول نص قطر الدايرة الخارجة للمسلس طلعه ما جاب لك سيري الدايرة يبقى تستخدم التمرين المشهور كل نسبة من دول هتسويها باثنين نق خد اي نسبة وسواء باثنين نق هناخد هنا النسبة المعلومة النسبة المعلومة عندنا اللي هي 68 و4 من 10 على جا 100 هسويها باثنين نق ده التمرين المشهور احنا عايزين نص القطر يعني عايزين نخلص من الاثنين دي ايبقى هنكسم هنا على الاثنين ونكسم هنا برضو على الاثنين الاثنينات هتروح ايبقى نص القطر هتكتب بالآلة 68 و4 من 10 على 2 جا 100 نص القطر يطلع معاك تقريبا بـ 34 و7 من 10 اخر مطلوبة عازل مساحة المثلث قانون مساحة المثلث نص حاصل ضرب اي ضلعين في complicated باربعة واربعين وستة من عشرة ميم شرطا مدهالك تمانية وستين واربعة من عشرة جانون زاوية نون عندنا باربعين اكتب الكلام ده بالقالة المساح هتطلع معك تقريبا بتسعمية واحد وتمانين سنتي سنتيمتر مربع استخدمنا قاعدة الجيب عشان عندنا زاويتين وضلق ده السؤال الاول نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني والثالث نستخدم فهم والخاصية الخامسة السؤال الثاني بيقولك اذا كان محيط المسلس البيه جيم يساوى اربعين سنت مديك المحيط وقياس زاويت البيه اربعة واربعين وزاويت بيه ستة وستين مديك زاويتين عايزين اتضلع البيه اتضلع البيه اللي هو جيم شرطة تاخد الحرف لنقص في المسلس عايزين اتضلع جيم شرطة هنجيبه من هنا اجيبه من قانون جيم لو كتبنا القانون وعواضنا فيه البيه شرطة مش عندك على جيم اهلف مديهنة باربعة واربعين بيه الشرطة ما نعرفوش على جيم شرطة هو اللي عايزينه على جيم زاويت جيم نقدر نجيبها من مجموع زاويت المسلس اجمع اربعة واربعين وستة وستين مية وعشر يبقى فاضلك في المسلس سبعين يبقى هنا على جيم سبعين احنا عايزين جيم شرطة ما عندكش نسبة معلومة عشان تعمل معها مجص فالله يحل لك المشكلة هنا خاصية خمسة هو في المسل هممديك المحيط قلنا طالما ممديك المحيط والزوايا ممكن نستخدم خاصية خمسة هقول له ان كل نسبة من دول هتساوي محيط المسلس على مجموع الجيوب اللي هو مجموع المقدمات على مجموع التوالي يبقى كل نسبة من دول هنساويها بالمحيط على مجموع الجيوب المحيط مده لنا في المسألة ب40 مجموعة جيوبة تجمع المقامات دي جيه 44 زائد جيه 66 زائد جيه 70 كده عندك نسبة معلومة تقدر تجيب جيم شرطة اللي انت عايزه هتجيبه ازاي هتضرب مجس ابقى قوله جيم شرطة اللي احنا عايزينه يساوي نبدأ بالطرف الكامل اللي هو 40 في جيه 70 على مجموعة جيوب اللي هم جيه 44 زائد جيه 66 زائد جيه 70 لما تكتب بالقالة كل الزوايا دي لازم تعملها في الققص عشان ما تطلعش معاك ماس ايرون لما تكتب الكلام ده بالقالة جيم شرطة يطلع معاك 14.8 سنطي سؤال الثالث مديك مسلس قلب به جيم في ايه قلب شرطة زائد به شرطة بيساوي جزر 6 زال 2 عايزين طول الضلع به شرطة والمسلس مديك فيه زاوة قلب بستين وزاود به 45 طب تعال نكتب قانون الجيب ونشوف نوصل للضلع اللي احنا عايزين وعلى لا هكتب اول نسبتين بس عشان عندنا الف شرطة وبيه شرط الف شرطة على جيه quit يساوي به شرطة على جيه beside تعال نعود الف شرطة منعرفوش جيه الف زاوت kilomet عندنا بستين به شرطة هو اللي عايزين على جيه به زاوة به عندنا ب45 احنا عايزين به شرط اوش هينفع تضرب مجاس عشان ما عندكش نسبة كاملة من اللي يحلل المشكلة هنا برضو خاصية 5 لحظة نواة مديك معطة مديك ألف شرطة زائد بيه شرط يعني اعتبر مديك مجموع المقدمات فهنستخدم خاصية 5 هنقول له كل نسبة من دول هتساوي مجموع المقدمات على مجموع التوالي اجمع البسطة يبقى ألف شرطة زائد بيه شرط اجمع المقامة يبقى جا ستين زائد جا خمسة واربعين استخدمنا خاصية 5 وانهاله انه كل نسبة بتساوي مجموع المقدمات على مجموع التوالي الف شرطة زائد به شرطة مدهلك في المثلة جازر ستة زائد اثنين فممكن نحوش دول ونعاوض عنهم بجازر ستة زائد اثنين كده عندك نسبة معلومة تقدر تجيب به شرطة اللي انت عايزها هتدرب برضو مقص لما تكتبها بالقالة هتكتب جازر ستة زائد اثنين بس تحطها في قوص في جاية 45 على جاية 60 زائد جاية 45 لما تكتبها بالقالة به شرطة يطلع معاك اثنين سنتين ده السؤال الثالث نشوف السؤال الرابع نكمل مسائلنا على قاعدة الجيب السؤال الرابع بيقولك اذا كان طول ضلع ما في مسلس يساوي اثناشر سنت بيديك ضلع باثناشر وقياس الزوال مقابلة لهذا الضل خمسة وخمسين درجة بيديك الزوال الاقصاد بخمسة وخمسين عايزين محيط الدائرة المره برؤوس هذا المسلس طرoof ما جاب لك سلم دائرة بيتستخدم التمارين المشهور انت عايز محيط الدائرة قانون محيط الدائرة اثنين باي نق لازم نعرف طول نص القطر بكام هاجيب نص القطر من ايه من التمارين المشهور التمارين المشهور كان بيقولك نسبة بين اي ضلع واجيب الزوال المقابلة له بتساوي اثنين نق طب احنا عندنا الضلع وعندنا الزوال المقابلة له هنعموض عنو تضلع ب12 على جا الزاو المقابلة لي ب55 كده تقدر تجيب نص القطر عشان تخلص من الاثنين هتكسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين اكتب بالآلة 12 على 2 جا 55 نص القطر هيطلع معاك تقريبا ب7 و3 من 10 كده جبت نص القطر تقدر تجيبه المحيط المحيط 2 باي نق 2 في البي 22 على السبع ونص القطر جبناه 7 و3 من 10 هتطلع معاك تقريبا ب46 سنت السؤال الخامس شابه نديك أهل باي جيم مسلس مرسوم داخل دائرة طول قطورها 20 سنت تعال نرسم نديك مسلس اسمه أهل باي جيم مرسوم داخل دائرة قطور دائرة دي ب20 سنت نديك زاوة عالف وزاوة باي زاوة عالف مدهلك ب42 وزاوة باي مدهلك 74 درجة و48 دجيب عندك زاويتين نقدر نجيب زاوة جيم من مجموع زاوة المسلس لما تجيبها من مجموع زاوة المسلس ستطلع معاك 63 درجة و12 دجيبه دي اللي هي زاوية جيم احنا عايزين ايه عايزين الضلع عالف باي الضلع عالف باي مقابل لزاوية جيم اللي هو جيم شارطة ازاي تجيبوا الضلع ده هنجيبوا برضو من التمرين المشهور ليه هستخدم التمرين المشهور عشان يديك قطر الدائرة هنكتب التمرين المشهور ونعوض فيه احنا هناخد النسبة التالتة دي هسويها باتنين نق لان احنا عايزين في المسل جيم شارط تعال نعوض جيم شارطة ما نعرفوه شو اللي عايزين علاجا جيم زاوية جيم جبناها ب63 درجة و12 دجيبه يساوي اتنين نق اتنين نق اللي هو طول قطر الدائرة وهو مديك القطر كله على بعضي ب20 سنط اتباعوش اتنين نق دي وحط بدالها 20 وتركز هو مديك نص القطر ولا مديك القطر كله هنا مدينا القطر بعشرين اتباعوشنا اتنين نق دي ونحط بدالها 20 لو مديك نص القطر بس لازم تضرب في اتنين عشان يديك القطر كله زي المسال اللي جاي بعد شوي المهم احنا عايزين جيم شارطة فهنضرب مجس هنضرب 20 في جاية 63 درجة و12 دجيبه اكتبها بالقالة جيم شارطة اللي هو قلب به هطلع معك 17 و85 مئة سنط في المسال هنا كان مدينا القطر كله تعال نشوف لو كان مدينا نص القطر بس زي السؤال السادس هنا مديك دايرا مركزها مين فيها ميم صاط 6 سنط ميم صاط دا اللي هو نص القطر ومديك زاوية عين بخمسين درجة عايزين تسين صاط هتجيب الضلع دا منين هنجيبه من التمرين المشهور هستخدم التمرين المشهور عشان مديك نص القطر من غير ما تكتب قوانين التمرين المشهور بيولخ لما تكسم الضلع على جيب الزاوة المقابلة لي بتساوي اتنين نق تعالوا عاوض على طول الضلع اللي هو سين صاد ما نعرفوش على جية الزاوة المقابلة ليه خمسين الكلام دا بيساوي اتنين نق نص القطر متضompلك بست إبا لازم هنا تضرب في اتنين نق بس بستة يبقى اتنين نق اتنين فيستة بتساوي اتنشر احنا عايزين سين صاد هتضرب مجاس هتضرب اتناشر في جية خمسين إببس سين صاد هتضرب بالآلة اتناشر في ساين خمسين سين صاد سيطلع معك تقريبا بتسعة صد ايبا لما يديك نص القطر لازم تضر في اتنين عشان يدينا القطر كل السؤال السابق السؤال الحب تلتة عدادة يديك دائرة مركزها ميم زاوية ميم المركزية دي بتمانين درجة وميديك زاوية آلف كلها بخمسة وتمانين والضلع آلف بخمسة صند عايز محيط المثلث طيب محيط المثلث يعني مجموعة ولا ضلعه انت عندك ضلع لكن ما عندكش الضلعين التانين دول اجيبه من قاعدة الجيم تعاني جيب الزوية اللي في المثلث في الاول عندك زاوية ميم تمانين درجة زاوية ميم دي زاوية مركزية دور لها على المحطية اللي هي زاوية جيم مشتركين في قص واحد اللي هو ألف بي من 3 عدادة المركزية 80 يبقى المحطية نصها بتساوي 40 كده عندك زاوتين في المثلث اجمحوا ومتراحوا من 180 زاوية به التالتة دي هتساوي 55 درجة كده عندك الثلاث زاوية في المثلث وعندك ضلع تقدر تستخدم قاعدة الجيم تعالى نسمى الأضلاع دي زاوية به يبدأ به شرطة دي زاوية ألف يبدأ ألف شرطة دي زاوية جيم يبدأ جيم شرطة نعوض على طول ألف شرطة على جه ألف ألف شرطة ما نعرفوش زاوية ألف بـ 85 يساوي به الشرطة ما نعرفوش على جه به به عندنا بـ 55 جيم شرطة على جه جيم جيم شرطة عندنا في المثلة بـ 5 سنط على جه جيم اللي هي المحطية اللي جبناها دي بـ 40 درجة كده تقدر تجيب الضلعين دول هتضرب مجس لو ضربت مجس هنا باش شرط هتطلع معاك ستة وسبعة وثلاثين من مية سنطر بعد كده نفس النسبة المعلومة دي هتساوها بالنسبة الاولى وهتضرب برضو مجس عشان تجيب الف شرط الف شرط هتطلع معاك سبعة وخمسة وسبعين من مية سنطر كده انت عندك الثلاث أضلاء تقدر تجيب محيط المسلس تجمع خمسة زائد ستة زائد سبعة المحيط هتطلع معاك تقريبا بـ 19 سنطر معتمد على النظرية اللي خدناها في تلتة اعدادة ان الزاوة المحطية بتسوى نص الزاوة المركزية ده السؤال السابع نشوف السؤال الثامن السؤال الثامن مديك مسلس قلب بجين في إين زاوة قلب بـ 80 زاوة بـ 40 من مجموع زاوة المسلس زاوة جين هتطلع معاك بـ 60 ومديك محيط المسلس بـ 20 سنطر قبل ما تكمل عندك محيط المسلس وعندك الزاوية تستخدم الخاصية الخامس ايه اللي عايزينه؟ عايزين طول قطر الدائرة عايزين القطر كله هو نص القطر بس اسمه نق القطر كله اسمه 2 نق احنا عايزين 2 نق تعالوا كتبنا قانون الجيب كامل اللي هما الخمس نسب اللي قلنا عليهم دول قلنا ممكن ناخد نسبتين منهم ونساهم ببعض على حسب المطلوب اللي عايزوا في المسلس انا هنا هساوي 2 نق بالمحيط على مجموع الجيوب اش معنى هاخد النسبتين دول؟ 2 نق اللي هو طول القطر اللي احنا عايزينه المحيط على مجموع الجيوب عشان هو مديك في المسل المحيط وعندك الزاوية بزي ما قلنا ممكن ناخد حتة بس او نسبتين بس من القانون ونساهم ببعض تعالوا نساوي النسبتين دول ببعض 2 نق هنزلها اللي هو طول القطر اللي احنا عايزينه يساوي المحيط المسلس 20 سنط على مجموع الجيوب جا ألف زاوة ألف بـ 80 جا به زاوة به بـ 40 جا جيم زاوة جيم جبناها بـ 60 إبقى 2 نقل هو طول القطر اللي احنا عايزينه بيساوي 20 على مجموع الجيوب هتكتب الكلام ده بالآلة طول القطر هيطلع معك تقريبا بـ 8 سنط طب لو عايزين نص القطر بس كنا هنكسم على الـ 2 يعني ممكن بعد ما تجيب النتج ده اللي هو 8 هتكسم على الـ 2 هيديك 4 سنط بس احنا هنا في المسألة كنا عايزين طول القطر نفسه اللي هو 2 نقل فهنا خدنا نسبتين بس من القانون وسأوناهم ببعض على حسب المطلوب اللي انت عايز السؤال التاسم ميديك ألف بـ جيم دال ده شكل رباعي خلي بالك ده شكل رباعي مش متوازد لك ميديك زاوة بـ 45 زاوة جيم هنا بـ 60 زاوة جيم اللي فوق بـ 60 وزاوة ألف اللي هنا 45 وميديك الضلع على الـ بـ 6 سنط إيه اللي عايزه عايز الضلع ألف دال انت هنا عندك مسلسين ممكن نشتغل على كل مسلس الواحدين عشان تجيب ألف دال هنشتغل في المسلس ألف دال جيم بس هنا ما نفحش تستخدم قاعدة الجيم عشان عندك زاوة جيم بس قاعدة الجيم عايزين زاوة جيم وضلق الضلع ألف جيم ده نقدر نجيبه من المسلس اللي تحت المسلس اللي تحت عندك فيه زاوة جيم وضلق نقدر نستخدم قاعدة الجيم يبا احنا في الاول هنشتغل في المثلث اللي تحت اللي هو ألف بيه جيم من غير ما نكتب قانون هكسم كل ضل على جيب الزاو المقابلة ليه يعني اقول 6 على جاة 60 يساوي ألف جيم اللي احنا عايزينه على جاة 45 6 على جاة 60 يساوي ألف جيم على جاة 45 كده نقدر نجيب ألف جيم هنضرب مجس ألف جيم لما تضرب مجس هيطلع معاك 2 جزر 6 كده جيبنا طول ألف جيم نقدر نشتغل في المثلث ألف جيم دل بل خطوة تانية نشتغل في المثلث ألف جيم دل برضو هنستخدم قاعدة الجيد عشان عندك زاويتين وضل تعال نجيب الزاو الثالثة في المثلث الأول 60 و 45 مهة و 5 يبا فضلك هنا 75 طبق في قاعدة الجيد كل ضل على جيب الزاو المقابلة ليه يبا 2 جزر 6 على جاة 75 ساوي ألف دل اللي احنا عايزينه على جاة 60 2 جزر 6 على جاة 75 يساوي ألف دل على جاة 60 برضو عشان تجيب ألف دل هنضرب مقاس ألف دل لما تضرب مقاس هيطلع معاك 4 و 4 من 10 فكريتها ان احنا اشتغلنا على كل مسلث الوحدي ده السؤال التاسع تعال ناخد آخر مسلتين على الدرس ده آخر سؤالين في الدرس ده ودول مهمين هنقررهم أكتر من مرة في حصة النهاردة سؤال العاشر نديك مسلث ألف بيه جيم فيه النسبة بين زاوية ألف إلى زاوية بيه إلى زاوية جيم 2 إلى 3 إلى 4 نديك النسبة بين الزاوية نفسها ومديك الضلع ألف بيه بـ 12 سنط عايزين طول الضلع ألف جيم الضلع ألف جيم نجس حرف البه اللي هو به شرط الضلع ألف بيه نجس حرف الجيم اللي هو جيم شرط احنا عايزين طول الضلع به شرط أجيبه منين في الأول نقدر نجيب قيمة الزاوية دي هو مديك النسب بينها بس النسب دي يعني زاوية ألف نصيبها جزئين زاوية به ثلاث أجزاء زاوية جيم 4 جزال فاحنا على طول بنفرض اي رمز هنا هقوله نفرض ان الزاوية عالف 2 ميم زاوية بها 3 ميم زاوية جيم 4 ميم لو قدرنا نجيب قيمة الجزء او قيمة ميم هنعرف قيمة كل زاوية بكامل هجيبها منين من مجموع زاوية المسلس مجموع زاوية المسلس يساوي 180 درجة هتجمع الثلاث زاوية دول تساوي 180 اقوله 2 ميم زاوية 3 ميم زاوية 4 ميم تساوي 180 معادلة 2 و 3 5 5 و 4 9 هتبه 9 ميم تساوي 180 اكسم هنا على التسعة وهنا على التسعة ايبه قيمة الميم او الجزء بيساوي 20 جبت الميم بعشرين تقدر تجب قيمة كل زاوية هتضرب 2 ميم 2 في 20 بيساوي 40 3 ميم 3 في 20 بستين 4 ميم 4 في 20 بتمانين دي كده اللي هي زاوية ألف ودي زاوية بها ودي زاوية جيم عندك الثلاث زاوية وعندك ضلق تقدر تستخدم قاعدة الجيب تعالى نعود في قانون الجيب على طول ألف شرطة ما نعرفوش على جا ألف جبناه بربعين يساوي به الشرطة هو اللي عايزينه على جا به بستين يساوي جيم شرطة عندنا في المسألة بـ 12 على جا جيم زاوية جيم بـ 80 نحن نعود في شرطة ستضرب مجأس ستضرب 12 في جا ستين على جا تمانين اعملها بالآلة به الشرطة هيطلع معك تقريبا بـ 11 سنتي ببقى به الشرطة اللي هو طول ألف جيم بعيد جي ساوي 11 طيب سؤال 11 شابهو بس فيه اختلاف بسيط بينهم سأقول لك على في الآخر مديك مثلث ألف جيم محيط المثلث بـ 18 سنتي ومديك معطى أنه نص جا ألف يساوي تلت جابة يساوي ربع جا جيم عايزين تضلع ألف جيم ألف جيم بنقص حرف البيه اللي هو به شرط هجيبه منين تعني مشي مع المعطى ده الأول ونشوفه هيوصلنا لإيه نص جا ألف أقدر أكتبها جا ألف على الاثنين زي ما قولنا في الحصة اعتبر بطو دروب جا ألف مقامها واحد واحد في جا ألف بجا ألف واثنين في واحد باثنين يساوي تلت جابة ممكن نكتبها جابة على الثلاثة ربع جا جيم ممكن نكتبها جا جيم على الاربعة لاحظ ان ده كده صورة قاعدة الجيب قاعدة الجيب كتبت تقول النسبة بين الأضلع بتساوي النسبة بين جيوب الزوايا يعني الاثنين والثلاثة والاربعة دي النسبة بين الأضلع يبقى فهمنا من المعطى ده ان النسبة بين الأضلع اللي هم ألف شرطة إلى بيه شرطة إلى جيم شرطة هتساوي اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة وهنكمل زي المسألة اللي فوق دي النسبة بين الأضلع الضلع الأول هنسميه 2 ميم وبه الشرط هنسميه 3 ميم وجيم شرطه 4 ميم لو عرفنا قيمة ميم هنقدر نجيب كل ضلع بكام هعرف قيمة ميم منين من المحيط مديك محيط المسلس بـ 18 محيط المسلس مجموعة طوال أضلعه يبقى نجمع الأضلع دي 2 ميم زائد 3 ميم زائد 4 ميم مديك المحيط بـ 18 فهنسويه بـ 18 معادلة 2 و 3 و 4 يبقى 9 ميم 9 ميم يسويه 18 X مع التسعة وع التسعة يبقى ميم بتسويه 2 كده جبت الميم نجدر نجيب قيمة كل ضلع هتضرب 2 في 2 بـ 4 3 في 2 بـ 6 و 4 في 2 بـ 8 ده اللي هو ألف شرطة وده به شرطة وده جيم شرط هو عايزي في المسألة عايزين به شرطة به شرطة يساوي 6 صمتي هناخد مسألة تنتاني شبه دول بالظبط فاخر الحسن وهقولك الفرج بينهم هناك كده خلصنا الدرس الأول قعدة الجيم ندخل في الدرس الثاني قعدة الجيم التمام الدرس الثاني معنا اللي هو قعدة الجيم التمام في قعدة الجيم كنت باستخدمها لما يديك زاويتين وضلع إنما قعدة الجيم التمام باستخدمها في حالتين الحالة الأولى لو اديك ضلعين وزاوة محصورة بينهم ولازم تكون زاوة محصورة أو يديك الثلاثة أضلع الحالة الأولى هيديك ضلعين وزاوة محصورة بينهم وفي الحالة دي هيطلب منك الضلع الثالث عشان تجيب الضلع الثالث هنستخدم قانون الضلع الضلع اسمه ألف شرط قانون جيب التمام بيقول لك ألف شرطة تربيع بيساوي عندك حرف الألف ابدأ بالحرفين الثانين العمى به شرطة تربيع زايد جيم شرطة تربيع ناقص اثنين حاصل ضرب نفس الضلعين بس من غير التربيع به شرطة جيم شرط جتا الزاوة المحصورة بينهم اللي هي زاوية ألف أو نفس الحرف اللي موجود هنا جتا ألف إم تستخدم القانون ده لما يكون عايز ضل اديك ضلعين وزاوة محصورة ويكون مطالب منك ضل الحالة الثانية هيديك فيها ثلاث أضلع وفي الحالة دي هيديك الثلاث أضلع ويطلب منك أي زاوية مثلا عايزين زاوية ألف هتستخدم هنا قانون الزاوية قانون الزاوية بيقول لك جتا ألف عندك حرف الألف ابدأ بالحرفين الثانين به شرطة تربيع زايد جيم شرطة تربيع ناقص نفس الحرف ألف شرطة تربيع على اثنين فحاصل ضرب أول ضلعين اثنين بيه شرطة جيم شرطة ام تستخدم القانون ده لما يديك الثلاث أضلع ويطلب منك زاوية بمجرد بتحفظ القوانين الباجي سهل تعال نشوف المسائل هناخد على الدرس ده تسع مسائل السؤال الأول يديك مسلس ألف بيه جيم فيه زاوية ألف زاوية بيه بمئة وعشرين ألف وبيه مع بعض بمئة وعشرين كده تقدر تجيب الزاوية الثالثة من مجموعة زاوية المسلسة مئة وثمانين حوش مئة وعشرين يبقى فضلك ستين درجة ومديك ألف شرطة بيه شرطة ثلاثة سنطة عايزين نتضلع الثالثة اللي هو جيم شرطة لاحظين في المسلة مديك ضلعين وزاوية محصورة بينهم ممكن عشان تعرف ازاوية محصورة ولا مش محصورة ممكن ترسم المهم مديك ضلعين وزاوية محصورة يبقى نستخدم قاعدة جيم التمام احنا عايزين نتضلع جيم شرطة نكتب قانون الضلق جيم شرطة تربيعي ساوي ابدأ بالحرفين الثانين ألف شرطة تربية زايد بيه شرطة تربية مواجز اثنين نفس الضلعين ألف شرطة بيه شرطة جاتا جيم كتبنا القانون نعوض فيه ألف شرطة تربية بيه شرطة بيه شرطة بيه شرطة بيه شرطة بيه شرطة بيه شرطة تربية مواجز اثنين في اثنين في ثلاثة جاتا جيم زاوية جيم عندنا بستين هتكتب الكلام ده كله بالآلة هنا تجيطلع معك سبعة السبعة دي اللي هي جيم شرطة تار بي احنا عايزين نجيم شرطة بس ايبا اي اخر خاطوة تجيب الجزر عشان تخلص من التار بي ايبا جيم شرطة هنجيب جزر السبعة خلاص ممكن تسيبها جزر سبعة زي ما هي لو عايزها عدد عشر اضغط S دي ايبا مجرد بتكتب القانون وتعوض فيه اخر خاطوة في قانونه تضلع بنجيب الجزر عشان نخلص من التربية السؤال الثاني عايزين قياس اكبر زاوية في المثلث اللازي اطوال اضلعه ثلاثة وخمسة وسبعة بديك هنا تلت اضلع عايزين اكبر زاوية تبتعى نسمي الاضلع ده اي اسم اسمي الضلع ده مثلا الف شرطة وده بيه شرطة وده جيم شرط عندنا ملحوظة بتقول ان اكبر زاوية بتقابل اكبر ضلع اكبر ضلع كام هنا اللي هو السبعة اللي هو جيم شرط يبقى اكبر زاوية زاوية جيم يعني هو يعتبر بيقولك هات زاوية جيم نجيبها من قانون الزاوية القانون الزاوية يقول جاتا جيم يساوي عندك حرف جيم يبدأ بالحرفين التانية الف شرطة تربيع زائد بيه شرطة تربيع نواجس نفس الحرف جيم شرطة تربيع على اتنين الف شرطة بيه شرط كتبت القانون عوض فيه خلاص لأضلح سمناها هتبقى ثلاثة تربيع زائد خمسة تربيع نواجس سبعة تربيع على اثنين فيه اول ضلعين ثلاثة في خمسة هتكتب الكلام ده بالآلة النتج هيطلع معاك سالب نص السالب نص دي بتاع الجتا جيم احنا عايزين الزاوية نفسها ففي الاخر تضغط shift اضغط shift وكوزين سالب نص في قانون الجتا لازم تضغط في الاخر shift shift وكوزين والنتج اللي يطلع معاك وعشان تخلى بالدرجات والدجاي والسوان هتضغط comment لما تعملها بالآلة زاوية جيم هتطلع معاك بمية وعشرين درجة ده السؤال الثاني نشوف السؤال الثالث السؤال الثالث مديك مسألة سين صاد عين فيه سين شارطة بخمسة سنط وساد شارطة بثلاثة سنط مديك ضلعين وقياس زاوية عين اللي هي الزاو المحصورة بينهم مدهلك اثنين على ثلاثة باي الزاوية دي تعني نعدلها الاول نجيبها بالقياس الستيني هتحوش باي تحط بدلها مئة وثمانين وضروب اثنين على ثلاثة في مئة وثمانين هتساوي مئة وعشرين درجة كده هو مديك ضلعين وزاوية المحصورة بينهم تتعرف انك تستخدم قاعدة جيبه تمام ايه اللي عايزه عايز محيط المسلس محيط المسلس مجموعة طوال اضلاعه يعني سين شارطة زاوية صاد شارطة زاوية عين شارط انت عندك سين شارطة وساد شارط لكن ما عندكش عين شارط هتجيبه من اين مقاعدة جيبه تمام نكتب قانون الضلع ونعوض فيه او من غير ما نكتب القانون انت عايز عين ابدأ بالحرفين التانية اللي هم سين وصاد هيبه خمسة تربيع زاوية تربيع نقص اتنين فيه نفس الضلعين خمسة في تلاتة جتاء الزاوية المحصورة بينهم اللي هي المية وعشرين هتكتب دول بالآلة يبه عين شارطة تربيع هتساوي معاك تسعة وربعين اخر خطوة بنجيبه الجزر عشان نخلص من التربيع هتجزر التسعة وربعين يسوي سبعة سنط كده انت عندك الثلاثة اضلاع تقدر تجيبه المحيط سين شارطة بخمسة سوات شارطة بتلاتة وعين شارطة اللي احنا جيبناه بسبعة سبعة وثلاثة عشر وخمسة خمستاشر سنط إبه المحيط خمستاشر سنط استخدمت جيبه تمام عشان عندنا ضلعين وزاوة محصورة صال الرابع سوال حلو هيربط لقاعدة الجيب بجيبه تمام خدنا زامل شوية مدك المسلس علب به جيم فيه اتنين جا ألف يسوي ثلاثة جابه يسوي أربعة جا جيم عايزين جا تاجيم جا تاجيم دي بنجيبه من قانون جيبه تمام تهينا عايز زاوة فلازم يكون عندك الثلاثة أضلع احنا ما عندناش ولا ضلع تعال نمشي مع المعطدة اتنين جا ألف يسوي ثلاثة جابه يسوي أربعة جا جيم هنوصل من المعطدة لقانون الجيب لصورة قانون الجيب عايزين نخلص من الاثنين والثلاثة والاربعة عشان تخلص منهم هنجيب عدد ينفع اختصره مع الاثنين والثلاثة والاربعة اللي هو الكامل اللي هو الاثناشر فهنكسم المعطة كله او المثلة كلها على اتناشر هكسم هنا على اتناشر وهنا على اتناشر وهنا على اتناشر ليه كسمت عشان يظهر معايا قانون الجيب عشان يظهر معايا مقامات تعا اختصري 5.1 2.6 هتبجي ألف على 6 3.4 هتبجي به على 4 هتبجي ياتجي 4.4 3 هتبجي جيم على 3 كده ظهر معنا قانون الجيب اللو كان بيقول النسبة بين الأضلاع بتسوي النسبة بين جيوب الزواء هتبجي 6 وال4 وال3 دول النسبة بين الأضلاع ça выявили الى به شرطة الى جيم شرطة اللي هما الأضلاء النسبة بينهم 6 الى 4 الى 3 دي النسبة بينهم بس لو عايز قيمتهم ألف شرطة هتساوي 6 مين 6 أجزاء وبه شرطة هتساوي 4 مين وجيم شرطة هتساوي 3 مين كده انت عندك الثلاث أضلاء تقدر تجيب جاتا جيم انت عشان تجيب الزاوية لازم يكون عندك الثلاث أضلاء تعال نكتب القانون جاتا جيم يساوي عندك حرف الجيم ابدأ بالحرفين الثاني ألف شرطة تربيع زيت بها شرطة تربيع ناقص جيم شرطة تربيع على اتنين ألف شرطة بها الشرط تعال نعوض كده ألف شرطة تربيع ألف شرطة بستة مين أرباحها تبا 36 مين تربيع زيت بها الشرطة عندنا بربع مين أرباحها تبا 16 مين تربيع ناقص شرطة بتلاتة مين أرباحها 9 مين تربيع على اتنين فيه 1000 شرطة به الشرط هتضرب نفس الدلعين الأولين دول من غير تربية ب2 في 6 ميم ف4 ميم تعالوا جمعت 36 زياد 16 نقص 9 هتطلع معك 43 وتنزل ميم تربية على 2 في 6 ب12 12 في 4 ب48 وميم في ميم بميم تربية ميم تربية هتروح مع ميم تربية هتفضل لك 43 على 48 43 على 48 دي اللي هي قيمة جاتا جيم وهو فعلا عايز جاتا جيم مش عايز ازاو نفسها لو عايز ازاو كنا نضغط شفت إبا جاتا جيمة 43 على 48 استخدمنا هنا قانون الجيب وقانون جيب التمام ده السؤال الرابع نشوف السؤال الخامس السؤال الخامس مديك مسلس ألف به جيم فيه به شرطة ب2 سنطي جيم شرطة ب2 ونص وجاتا ألف ب2 على الخامس عايز نوع المسلس وتساوي السقين ولا متساوي الأضلاء ولا مختلف الأضلاء عشان تعرف نوع المسلس بالنسبة للأضلاء ولازم يكون عندك الثلاثة أضلاء انت في المثلة هنا عندك ضلعين بس اللي هم به شرطة وجيم شرط نقصك ضلع نقصك ألف شرط هتجيبه منين من قانون جيب التمام ليه جيب التمام عشان عندنا ضلعين والزوى المحصورة بينهم تعني اكتب قانون ألف شرط هتكتب القانون وتعوض فيه أقول له ألف شرطة تربيعي سيوي نعوض عن بيه شرطة وجيم شرط هتجيبه 2 تربيع زياد 2 ونص تربيع نواجس 2 فيه نفس الضلعين 2 في 2 ونص جاتا ألف جاتا ألف نفسها متدق متى ب2 على الخامس إبقى هو الجاتا ألف دي وعاوض عنها ب2 على خامسة هو متدق متى جاتا ألف نفسه هنكتب الكلام ده بالآلة ألف شرطة تربيع هيطلع معانا ب6 ورب آخر خطوة نجيبه الجزر عشان نخلص من التربيع هاتجزر 6 ورب ألف شرطة هيساوي 2 ونص تعاني نشوفوا الأضلع كده ضلع ب2 ونص وضلع ب2 ونص وضلع ب2 عندك ضلعين يساوي بعض إبقى المثلث ده متساوي السقي معظم أفكار حساب المثلثات إنك بتكون عايز يما ضلع أو زاوية بتجيبهم منين يما من قاعدة الجيب أو قاعدة الجيب التمام المهم تعرف هتستخدم أنهي قاعدة في السؤال السؤال السادس مديك ألف بيه جيم ده متوازع أضلع خليك فاكر على طول خواص المتوازع مديك طول الضلع بيه جيم ب8 إبقى على طول الضلع اللقصاده برده ب8 الضلع ده الجيم ب6 إبقى الضلع المقابل ل6 زاوية جيم ب60 إبقى الزاوية المقابلة لها ب60 والزاوية اللي جارها تكملها تسوي 120 كل الزاوية جار بعض مجموحهم 180 إيه اللي إحنا عايزينه عايزين طول القطر ألف جيم هنجيب القطر ألف جيم منين هنجيبه من المثلث ألف بيه جيم المثلث ده عندك فيه ضلعين وزاوية محصورة ضلعين وزاوية محصورة نستخدم جيب التمام من غير ما نكتب قوانين إنت عايز ألف جيم هتبدأ بالضلعين التانيين اللي هم الستة والتمانية يبقى من جيب التمام هنجيبه ألف جيم تربيع يساوي ابدأ بالستة هتبقى ستة تربيع زاية تمانية تربيع ما هو بس اتنين فيه نفس الضلعين ستة في تمانية جاتا إزاوية المحصورة بينهم إزاوية المحصورة بينهم بمية وعشرين هو فكرة السؤال بس إنك تكون عارف خاص متوازل أضلع هتكتب الكلام ده بالآلة ألف جيم تربيع هيطلع معاك بمية تمانية وربعين آخر خطوة نجيب الجازر هتجيب جازر مية تمانية وربعين هتطلع معاك اثنين جازر سابعة وثلاثين ده السؤال السادس نشوف السؤال السابع السؤال السابع مديك شكل فيه مسلسين بنشتغل على كل مسلس الوحدي المسلس الأول فيه ألف بيه يساوي ألف هاي يساوي بيه الثلاث أضلع يساوي بعض يبقى مسلس متساوي الأضلع تعرف إن كل زاوية فيه بستين عندك هنا تقابل بالرأس خدنا فقل حضانة دي ستين يبقى هنا برضو ستين يساوي بعض بالتقابل بالرأس إيه اللي انت عايزه عايز جيم دال جيم دال بسهولة نقدر نجيبه من المسلس جيم دال هاي المسلس ده عندك فيه ضلعين وزوى محصورة هنستخدم جيب التمام انت عايز جيم دال نبدأ بالضلعين التانين اللي هم التمانية والخمسة بقول له جيم دال تربيع يساوي تمانية تربيع زائد خمسة تربيع نهوز اتنين في تمانية في خمسة جتا الزاوية المحصورة بينهم الزاوية المحصورة بينهم جيبناها بستين هتكتب الكلام ده بالآلة جيم دال تربيع هيطلع معك بالتسعة واربعين آخر خطوة عشان نشيل التربيع نجيب الجزر إبا جيم دال يساوي جزر التسعة واربعين يساوي سبعة صند السؤال التامن سؤال حلو هنستخدم فيها قاعدة الجيب وجيب التمام برضو عندك مسلسين هنشتغل على كل مسلس الوحدي مسلس الاول قاعدة بها جيم قائم الزاوية في بها طالما مسلس قائم ممكن استخدم نظريت في صغورس وممكن كمان تستخدم النسب المسلسين عندك ضلع بستة وضلع بتمانية تقدر تجيب طوله الوطر هتربع وتجمع وتجيب الجزر الوطر ده يطلع معك بعشرة صند لاحظ كده ان المسلس التاني اصبح فيه ضلعين وزو محصورة ممكن استخدم جيب التمام ايه اللي عايزه؟ عايز مساحة الدايرة الخارجة للمسلس ألف دال جيم مساحة الدايرة الخارجة المسلس ألف دال جيم الوى المسلس اللي فوق انت عشان تجيب نساحة الدايرة لازم يكون عندك نص القطر لان قانون مساحة الدايرة باينة قطر بي نص القطر ده كنا بنجيبه منين من التمرين المشهور او قاعدة الجيب عشان تستخدم قاعدة الجيب لازم يكون عندك ضل وزو المقابلة لي والله انا فعلا عندي زاوية لكن ما عنديش الضلع المقابل ليها اللي هو ألف دال هجيب ألف دال منين من قانون جيب التمام عندك ضلعين وزو محصورة تقدر تجيب ألف دال من قانون جيب التمام تبتعن جيب في الاول ألف دال قانون جيب التمام ألف دال تربعي ساوي ابدأ بالضلعين التاني خمسة تربيع زائد عشرة تربيع مقصد اثنين في خمسة في عشرة جتائز زوى المحصورة بينهم اللي هي ستين هتكتب دي بالآلة ألف دال تربح تطلع معك خمسة وسبعين آخر خطوة نجيب الجزر يبقى ألف دال بس جزر خمسة وسبعين جزر خمسة وسبعين هتساوي خمسة جزر تلاتة كده جيبت طول ألف دال خمسة جزر تلاتة احنا عايزين نجيب نص القطر عشان نقدر نجيب المساحة هجيب نص القطر من ايه؟ من التمرين المشهور اللي هو بيقول ان الضلع على جيب الزوى المقابلة ليه بيساوي اثنين نق الضلع اللي احنا جيبناه داله خمسة جزر تلاتة على جيه الزوى اللي قصده بستين الكلام ده بيساوي اثنين نق كده نقدر نجيب نص القطر عشان تخلص من الاتنين هتكسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين اكتب بالآلة خمسة جزر تلاتة على اثنين جا ستين نص القطر هيطلع معك بخمسة سنت كده جبتو نص القطر نقدر نجيب المساحة باي نقطر بي ممكن نجيبها بدلالة باي نزل باي زي ما هي نقطر بي نص القطر بخمس رباحها بخمسة وعشرين خمسة وعشرين في باي بخمسة وعشرين باي دي هي مسيحة الدائرة اما المسألة استخدمنا فيها قاعدة جيب التمام واستخدمنا فيها التمرين المشهور ده السؤال التامن نشوف السؤال التاسع بردو السوال التاسح هنستخدم فيها قاعدة جيب التمام والتمرين المشهور مديك مسلس ألف بهجين مديك في الثلاث ألف شرطة 13 و به شرطة 14 و جيم شرطة 15 عايز النص قطر إدارة المرة برؤوس المسلس نص القطر بنجيبه من التمرين المشهور عشان تستخدم التمرين المشهور لازم يكون عندك ضل والزاوى المقابلة لي انت عندك الثلاث أضلاء بس ما عندكش ولا زاوية هتجيب الزاوية منين هتجيب الزاوية من قاعدة جيب التمام اختر أي زاوية جيبها يا ألف يا بيه يا جيم أنا مثلا اختر زاوية ألف هنكتب القانون ونعوض به انت عايز زاوية ألف بتبدأ بالحرفين التانية اللي هم به وجيم إبا جات ألف يساوي 14 تربيع زائد 15 تربيع مقص ألف شرطة تربيع الوى 13 تربيع على 2 فيه أول ضلعين 14 في 15 هتكتب دبيل آلة جات ألف هتطلع معاك بتلاتة على الخمسة كده هتقدر تجيب زاوية ألف نفسها وبعد ما تجيب زاوية ألف نفسها هتجيب لأي هنا الجي أو ممكن هنا نختصر خطوة انت عندك جات ألف بتلاتة على الخمسة الجاتة نقدر نجيب منها الجي ألف على طول من المسلس القائم هنرسم أي مسلس قائم ومثلا هنا زاوية ألف الجاتة 3 على الخمسة قانون الجاتة مجاور على وطر المجاور بتلاتة والوطر بخمسة كده نقدر نجيب الضلع التالي من نظريت في صغورس أتربع وتطرح وتجيب الجزر الضلع التالي يطلع معاك باربعة تعال نجيب جا ألف قانون الجا مقابل على وطر المقابل باربعة والوطر بخمسة عندك جا ألف هنقدر نعوض عنها في التمرير المشهور أنا هساوي النسبة الأولى دي باتنين نق عوض ألف شرطة على جا ألف ألف شرطة عندنا في المسلة بـ 13 على جا ألف على بعضها جبناها باربعة على خمسة الكلام ده هساويه باتنين نق هو في المسلة طالب منك نص القطر عشان تخلص من الاتنين تكسم هنا على الاتنين وهنا برضو على الاتنين لما تكسم دول هيروحه وهتكتب بالقالة 13 على تنين فاربعة على خمسة نص القطر يطلع معك تمانية وتمن أو تمانية ومية خمسة وعشرين من ألف طيب تعالي أخد آخر سؤال على الدرس ده آخر مسألة معانا أقول لك بدايتها بس واسباك تكملها مديك مسلس ألف به جيم فيه الضلع ألف شرطة بـ 63 سنط ومديك به شرطة ناق جيم شرطة بـ 27 ومديك محيط المسلس بـ 140 سنط في الأول عايزين به شرطة وجيم شرط بعد كده عايزين أصغر زاوة في المسلس طيب المعطى اللي يهمنا هنا محيط المسلس مديك المحيط بـ 140 محيط المسلس اللي هو مجموعة طولة أضلاعه اللي هو ألف شرطة زاق به شرطة زاق جيم شرط مديك المحيط بـ 140 سنط ألف شرطة مده لك في المسلس بـ 63 فممكن أعوض عنه بـ 63 ونزل به شرطة زاق جيم شرطة يساوي 140 أعملها معادلة ود 63 الناحية الثانية بعكس الإشارة يبقى به شرطة زاق جيم شرطة يساوي 140 ناجس 63 يديك 77 كده عملت معادلة وهو مديك معادلة تاني جاهزة في المسألة مديك إن به شرطة ناجس جيم شرطة يساوي 27 كده عندك معادلتين نرجع لتالت أعداد عندك معادلتين من الدرجة الأولى في مجهولين نحلهم بطريقة الحاسف هنجمع المعادلتين دول جيم وسالب جيم هيروح مع بعض به زاق به بـ 2 به شرط 77 و 27 104 اكسم على الـ 2 إبقى به شرطة بتساوي 52 كده جيبنا الدلع اللي هو عايزه اللي هو به شرطة عايزين جيم شرطة كمان هنعوض في أي معادلة من دول هنعوض مثلا في المعادلة الأولى به شرطة جيبتها بـ 52 52 زاق كم يديك 77 زاق 25 إبقى جيم شرطة لما نعوض هتطلع معنا بـ 25 سمت لاحظ كده عندك الثلاثة أضلاح في المثلث إيه اللي عايزه عايز قياس أصغر زاوية أصغر زاوية تقابل أصغر ضلع الضلع الصغير عندنا اللي هو الـ 25 اللي هو جيم شرط إبقى أصغر زاوية جيم هنجيبها منين من جيبه تمام هتكتب قانون جاتا جيم وتعوض فيه تب نكملها بالمرة عندك حرف جيم إبقى هنبدأ بألف وبي إبقى 63 تربيع زاق 52 تربيع نجس الضلع الثالث 25 تربيع على 2 في أول ضلعين 63 في 52 دي لما تكتبها بالقال هتطلع معاك 12 على 13 آخر خطوة تضغط شفت شفت كوزين 12 على 13 زاوية جيمة تطلع معاك 22 درجة و 37 دجيجة كده خلصنا الدرس التاني وندخل في آخر درس معنا آخر درس معنا اللي هو حل المثلث والحلة المبهمة وده يعتبر تطبيق على الدرسين اللي فاتوا حل المثلث يعني تجيب له الثلاث أضلع اللي في المثلث والثلاث زاوية هتجيبهم منين هي إما من قاعدة الجيب أو قاعدة جيب التمام تعرف منين القاعدة لتستخدمها على حسب المعطيات اللي عندك عندك أربع حلات الحالة الأولى لو اديك زاويتين وضلع تستخدم قاعدة الجيب الحالة الرابعة اللي احنا بنسميه الحالة المبهمة لو اديك ضلعين وزاوية غير محصورة برضو تستخدم قاعدة جيب إنما لو اديك ضلعين وزاوية محصورة أو اديك الثلاث أضلع هتستخدم جيب التمام نقول تاني بالأشكال ممكن نقول لو اديك ضلع والزاوية المقابلة لي لو اديك ضلع والزاوية المقابلة لي تستخدم قاعدة الجيب أما لو اديك ضلعين وزاوية محصورة أو اديك الثلاثة أضلع تستخدم قاعدة جيب التمام بتاعنا أخذ على الدرس ده 8 مسائل السؤال الأول بيقول لك حل المثلث ألب به جيم ومديك ألف شرطة وبه شرطة وزاوية جيم والله هنا مديك ضلعين وزاوية زاوية محصورة ولا مش محصورة ممكن تعرفها بالرسم ومديك ألف شرطة وبه شرطة وزاوية جيم كده مديك ضلعين وزاوية محصورة بينه إبقى نستخدم قانون جيب التمام حل المثلث يعني هتجيب له الثلاث أضلع والثلاث زاوية انت عندك ضلعين نقصك ضلع اللي هو جيم شرط هتجيبه منين من جيب التمام نكتب قانون جيم شرط أو نعوض على طول عندك حرف الجيم نبدأ بالحرفين التانين اللي هم ألف وبين إبقى 8 تربيع زاوية 5 تربيع وقص 2 في 8 في 5 جاتا الزاوة المحصورة بينه اللي هي جاتا جيم 60 درجة ودجيبتين اكتب دي بالآلة النتجة يطلع معك تقريبا بتسعة واربعين آخر خطوة هتجازر إبقى جيم شرطة بيساوي 7 سنت كده عندك الثلاث أضلع عايزين الزاوية هجيبهم منين برضو من جيب التمام انت عندك زاوية جيم نقصك ألف وبين اختار أي زاوة فيهم مثلا نختار زاوية ألف هكتب قانون جاتا ألف وعوض فيه او على طول عندك حرف الألف هتبدأ بالحرفين التانين اللي هم به وجي هتبقى خمسة تربيع زاية سبعة تربيع ناغص ألف شرطة اللي عندنا بتمانية تمانية تربيع على اتنين في خمسة في سبعة دول بالآلة هيطلع معك واحد على السبعة آخر خطوة نضغط شفت شفت كوزين واحد على السبعة زاوية ألف هتطلع معانا بواحد وثمانين درجة وسبعة واربعين دجيبه آخر زاوية عايزين هاي الزاوية بي هجيبها منين من مجموع زاوية المسلس هتجمع زاوية ألف وزاوية جيم وتطرحهم من 180 زاوية بي هتطلع معاك بـ 38 درجة و 11 دجيبه كده حلينا المسلس يعني جيبنا الثلاث زاوية والثلاث أضلع ده السؤال الأول نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني أقول لك فكرت واسبك تكمل عايزين نحل المسلس ألف بي جيم الذي فيه ألف شرطة بـ 21 سنط وجات به بـ 3 على الخمسة وزاوية جيم بـ 5 على الـ 12 تب انت في الأول تقدر تجيب زاوية بي وزاوية جيم هو مديك جاتة به بـ 3 على الـ 5 عشان تجيب زاوية بي هتضغط شفت شفت كوزاين 3 على الـ 5 زاوية بي هتطلع معاك 53 درجة و 8 دجيب زاوية جيم عندك زاوية جيم بـ 5 على الـ 12 عشان تجيب زاوية جيم هتضغط شفت برضو شفت تان 5 على الـ 12 زاوية جيم هتطلع معاك بـ 22 درجة و 37 دجيب كده عندك زاوية تان وعندك ضلع زاويتين وضلع تستخدم قاعدة الجيب طيب عندك زاويتين ممكن يجيب الزاوية الثالثة من مجموع زاوية المسلس هتجمع الزاويتين دول وتطرحهم من 180 الزاوية الثالثة تطلع معاك بـ 104 و 15 دقيقة ازاي يجيب الضلعين الثانين هتستخدم قاعدة الجيب ألف شرطة على جا ألف سو بيه شرطة على جا بيه سو جيم شرطة على جا جيد وحتى تجيب الأضلحة وضرب مجس هسيبك تكملها وندخل في السؤال الثالث المسالتين دول شبه المسالتين اللي خدناه في بداية الحصة اللي قلتلك هقولك الفرج بينه ركز هنا عايزين نحل المسلس ألف بيه جيم اللازي فيه قياس زاويت ألف إلى قياس زاويت بيه إلى زاويت جيم بتسوى 4 إلى 5 إلى 6 ميديك النسبة بين الزاوية وميديك محيط المسلس بيسوى 50 سنط عايزين نحل المسلس يعني عايزين الثلاث أضلع والثلاث زاوية الثلاث زاوية نقدر نجيبهم من هنا وميديك النسبة بين الزاوية نقدر نعرف قيمة كل زاوية بكام هنفرض أن الزاوية ألف أربعة ميم وزاوية بيه خمسة ميم وزاوية جيم سيتة ميم دي قيمة الزاوية ده مسلس مجموع زاوية المسلس 180 إبا هنجمع الثلاث زاوية دول ونسوهم ب180 أقوله أربعة ميم زائد خمسة ميم زائد ستة ميم تسوى 180 درجة أجمع أربعة وستة عشر وخمسة خمستاشر ميم يسوى 180 اقسم هنا على خمستاشر وين على خمستاشر يبقى ميم بتساوي 12 ده قيمة ميم أو قيمة الجزء كده تقدر تعرف قيمة كل زاوية بكام هتضرب أربعة ميم يبقى تضرب أربعة في اتناشر بـ 48 خمسة ميم خمسة في اتناشر بـ 60 ستة ميم ستة في اتناشر بـ 72 دي كده اللي هي الزواية اللي هما زاوية ألف وزاوية بيه وزاوية جيه عندك الزواية نفس الأضلاء عشان نحل المثلث عايزين الزواية والأضلاء هنجيب الأضلاء من قاعدة الجيب أو هنستخدم هنا الخاصية الخامسة تعالوا وكتبنا قاعدة الجيب ألف شرطة على جا ألف سوى به شرطة على جا بيه يسوى جيم شرطة على جا جيه ألف شرطة وبيه شرطة وجيم شرطة اللي هما الأضلاء مش عارفينه على جه ألف جه 48 خلاص احنا جبنا الزوايا جه به جه 60 جه جيم جه 72 ازاي تجيب الأضلاع ما عندكش ولا نسبة معلومة إلا يحللك المشكلة هنا الخاصية الخامسة ما يديك المحيط وإن لما يديك المحيط ويديك الزوايا نقدر نستخدم خاصية خامس هساوي كل نسبة من دول بالمحيط على مجموع الديوب المحيط اللي هو 50 على مجموع الديوب اللي هو مجموع المقام على جه 48 زائد جه 60 زائد جه 72 كده عندك نسبة معلومة تقدر تجيب الثلاث أضلاع دول واللي هتعمل وهتضرب مجس هتساوي النسبة الثانية بالنسبة المعلومة وبرضه تضرب مجس والنسبة الأولى والنسبة المعلومة وتضرب مجس كده حلينا المسلس جبنا له الثلاث أضلاع والثلاث زوايا السؤال الرابح هنا شبه بالظبط الفرج بينهم هنا كان مديك النسبة بين الزوايا هنا مديك النسبة بين جيوب الزوايا لما يديك النسبة بين الزوايا نفسها دي تحل عادي أقول له نفرد إن الزوايا الأولى 4 ميم و 5 ميم و 6 ميم وتحل عادي إنما هنا مديك النسبة بين الجيوب من قاعدة الجيب النسبة بين الجيوب بتسوي النسبة بين الأضلاء يعني الثلاثة إلى أربعة إلى ستة دي النسبة بين الأضلاء إبقى من قاعدة الجيب النسبة بين جيوب الزوايا هي بعينها النسبة بين الأضلاء إبقى ألف شرطة إلى بين شرطة إلى جيم شرطة بتسوي برضو ثلاثة إلى أربعة إلى ستة بعد كده تكمل زي اللي فوق بالظبط هنفرض أن الضلع الأول ثلاثة مين والضلع الثاني أربعة مين والضلع الثالث ستة مين ازاي يجيب قيمة ميم او قيمة الجزء مديك المحيط ب52 محيط المسلس مجموعة طوال اضلعه يعني هتجمع الثلاث اضلع دول اللي هم 3 ميم زائد 4 ميم زائد 6 ميم مديك المحيط ب52 يبقى تساوي الكلام ده ب52 تعملها معادلة 4 و 16 و 3 يبقى 13 ميم يساوي 52 اكس منعه على 13 وينعه على 13 يبقى ميم بتساوي 4 عندك ميم تقدر تجيب قيمة كل ضلع في الضلع الاول سمانية 3 ميم تقدر ب3 ف4 ب12 سن 4 ميم يبقى 4 ف4 ب16 6 ميم ببا 6 ف4 ب24 كده جبتله الثلاث اضلع عشان تحل المسلس نجيب الثلاث زوايا كمان هنجيب الثلاث اضلع منين من قانون جيبه تمام عندك الثلاث اضلع هتجيب مثلا جاتة الف وعكده جاتة به وعكده زاوي الجيم هتجيبه من مجموع زوايا المسلس ابقى اخر مرة النسبة بين الزوايا تحل عادي تفرض الزوايا على حسب النسب اللي عندك انما لو مديك النسبة بين الجيوب النسبة بين الجيوب هي بعينها النسبة بين الاطلاق كده الحمد لله خلصنا الجزء الاول في مراجعة حساب المسلسات الجزء الثاني والاهم هناخد فيه مسال الاختيار والمقالي وفي بداية الجزء ده هعمل لك خريطة ذهنية للمنهج اللي هي اهم الافكار كل حصة المانعة جعلت لها في القائمة اللي ابتظر هنا دي واشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله اللي هي اهم افضل لك ล긴 من المحن